ترأس سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وفد مملكة البحرين في اجتماع مجموعة دراجون السنوي الذي عقد في لندن وجرى خلال الاجتماع مناقشة توحيد مفاهيم العمل المشترك الموحد الذي يساهم في عمليات مكافحة الإرهاب والقرصنة والتهريب كما بحث ما يتعلق بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي المشترك للدول المشاركة بهدف التصدي لمختلف ما يحيط بالمنطقة من تحديات للمحافظة على أمنها واستقرارها وذلك بمشاركة عشر دول إضافة للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأكد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أن هذه الاجتماعات تساهم في إثراء الخبرات القيادية والقتالية وصقلها وتطويرها لاستيعاب متطلبات العمل العسكري المشترك بين الدول المشاركة والمتعلقة بعمليات مكافحة الإرهاب والقرصنة والتهريب وإيجاد أفضل السبل الكفيلة لتعزيز وزيادة فعالية هذا التعاون والتجانس من خلال توحيد التوجهات والمفاهيم المشتركة في الشأن العسكري للسعادة والوقوف على أهم التطورات في المنطقة